الباب الثالث الشفاعة. الشفاعة تنقسم الى قسم. مثبتة منفية. المنفية نفاع القرآن. الشرك اكربة. تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. لكن الشفاعة اذا ضلبت من المخلوق فيما يقدر عليه بالشروق الاربع صحا. حي وحاضر وقالب. وتعتقد ان هذا هذا فصل من الجامعة الاسلامية. قدر الله فصل. فجاء الى دكتور من الدكاتور وقال اريد ان تشفع لي حكا لا يطرق. لا يطرقين. يصف ننظر. هاي نعم. هذا النعم قادر نعم. سبب قال نعم. هذا وانا ادعو الله سبحانه وتعالى. يصف? يصف. تمام. اذا الشبعة تمقسم الى قسمين. مثبتة. ومن فيها نفع القرآن تطلب من غير الله فيما نفع على الله شيء تكبر هؤلاء الشفاعان عند الله. الشفاعة المثبتة اثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. تطلب من الله لا من خيره. تطلب من الله بشروط ثلاثة سبحانه وتعالى. الاول الكهن. حتى النبي صلى سلم يوما قيامة لا يستطيع ان يشفى حتى يأتي باذن من الله. صح. الثالي الرضا عن الشافع. الثالث الرضا عن مشفوعنا. كمان? اذا الشفاعة مثبتة ومن فيها. مثبت اثبت الله لنفسه. تطلب من الله بشروط ثلاثة. جمعت هذه الشروط في حوله سبحانه وتعالى. من يعني. في اي عالف? وكم الملك في السماوات لا تغني شباعتهم شيئة الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويضع. تمام? الشفاعة المثبتة التي اثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه تقسم الى قسمه. خاصة في اللبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركوا في احده. عام بكل موحي للانبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. للملادي عليه والسلام. للصالحين. للأطراب. الاطفال يشفعون لكل موحي. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ترادة افسه. والعام لكل موحي ترادة افسه. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشباعة الحظمة في آل الموقف ان الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلال. الثاني في مجحة اضواب الجنة لان اضواب الجنة مغلقة. حتى اذا جاؤوها ده الجنة. قال لو قلت عن هذا الشيء. ما هو? ابواب الجنة مغلقة. تحتاج الى شفاعة من يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح يفتح له. واول من يدخل هو عن الصلاة والسلام. اول من يدخل من الامم امرة النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يجعلناكم منهم. هذه الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة الشفاعة في عمنا ابي طالق ان يخفف عنه العلب. لا يخذ لنا لا يخذ لله. السلام السلام. الشفاعة العامة الشفاعة برفع الدرجات اللهم اغفر لابي سلم وارضع درجته بالنبيل. الان تصلي على جاناة وتدعو. اللهم اغفر له وامحمه وعافه وعاته عنه. صح في رفع الدرجات. الشفاعة الثامنة فيمن دخل النار من الموحدين ان يخرج منها. الثالث الشفاعة فيمن استخفى دخول النار من الموحدين ان لا يدخلها. شرع الله الشفاعة اكراما للشاجر ونفعل المشروع له. لا تضرب الا من الله.